الصبي والمسامير يحكى أن صبي نعرف في القرية بشدة غضبه وإنعدام صبره حتى أن صفتي هاتين أوقعته في مشاكل كثيرة قرر والده على إثرها أن يعلمه درسا في التأني والتحكم في الغضب فأحضر له كيسا مملوءا بالمسامير ووضعه أمامه قائلا يا بني أريد منك أن تدقى مسمارا في سياق حديقتنا الخشبي كلما شعرت بالغضب من الشخص أو موقف أو موقف ما هو فقد تعصابك لأي سبب من الأسباب استنكر الصبي صلب أبيه ولم يفهم الغاية منه إلا أنه وافق عليه مضطرا ووعد أباه بالتنفيذ دق الولد سبع وثلاثين مسمارا في اليوم الأول في السياج ولاحظ أن إدخال المسامير بعد كل مرة يغضب فيها لم يكن أمرا حينا مما دفعه لأن يحاول تمالك نسها عند الغضب في المرات القادمة تقنبا لعناء دق المسامير هذه مرة الأيام والصبي مستمر بما عاهد عليه والده إلا أن الأب وابنه لاحظا بأن عدد المسامير التي دق الصبي في السياج يقل يوم بعد يوم إلى أن جاء اليوم الذي لم يكن به الصبي مضطرا لدقي أي مسمار في السياج مما أثار دهجته وسروره في الوقت ذاته فقد تعلم الولد من هذه التقربة تحكم بغضبه وضبط نفسه التي كانت استثارة لأهون الأسباب وخرج مبتهجا ليخبر أباه بإنقاذه فرح الأب بابنه لكنه اقترب منه وقال ولكن عليك الآن يا ابني أن تحاول إخراق مسمار من السياج في كل يوم لا تغضب فيه استغرب الولد لكنه بدأ بتنفيذ مهمته الجديدة المتمثلة بخلع المسامير وواضب على خلع مسمار في كل مرة وكل يوم يحافظ على هدوءه حتى انتهى من إزالة جميع المسامير الموجودة في السياج وعند انتهاء المهمة أخبر والده بذلك ومرأة أخرى عبر له والده عن مدى سعادته وفخره بإنقاذه ثم أخذ بيده وانطلق به للسياج وانطلق به للسياج الحديقة وطلب منه أن يتحسس أماكن الثقوب التي تركته المسامير في الجدار بيدي وقال له يا بني انظر الآن إلى تلك الثقوب الموجودة في السياج أتظن أن هذه الثقوب ستزول مع الوقت فأجاب الصبي لا يا أبي فقد تركت أثراً عميقاً في الخشب فقال والده وهذا ما تحدثه قصبة كليماتيك في قلوب الآخرين فهي تترك في داخلهم أثراً لا يزول حتى مع الاعتذار فأحرص يا بني دائماً على الانتباه لكل ما يبدر منك من قول أو فعل تقاههم اللي أنا استفدته من هذا القصة أنه ليس شديد بالسرعة إنما شديد من يمتلك نفسه عند الغنب هذا واحد يعني من شاء لا استفدته طيب الشيء الثاني طريقة تهذيب الأب للإبن نقالة يعني أطى سبب وأطى مهمة يسويها في كل شيء يغضب عليه ما بس أمر إنه سوي كده لا تسوي كده من دون سبب طيب صح إنه ما أوضح إلا من بداية والحلو الشيء الثاني حلو إنه الولد أوكي يغضب بسرعة بس تصبر سمع كلام الأب هذي أحد الأسباب نقاح المهمة والأمر للأب يعني أوكله للإبن نقال له يعني إذا غضبت رح عند السياج الخشبي واضرب المسامير بالسياج الخشبي وإن دل شيء كما يقال يعني مثل عندنا في الدين الحنيف إن الإنسان إذا غضب يتحرك من مكانه يتوضى لا يتكلم لأن وقت الغضب بيقول أي شيء الشيطان يجري مجرى الدم بالإنسان يعني فإذا يتوضع الشخص شوية يمحي من ذنوبه ويمحي حتى من من الكلام السي اللي ممكن يقوله في ذيك اللحظة أو كما يقال قل خيرا أو سمط لأن أثر الكلمة والجرح العميق للكلمة تخرجها وقوة الكلمة ممكن تؤدي الإنسان إلى الهاوية أو ترفعه في مقام عالي كذا يعني من هذه القصة تستفيدوا واحد أشياء هذا يعني أحد المناظر اللي أنا أقولها الحين والشيء الغيره الإبن هذب نسة بهذا الطريقة إنك كل ما يعصب بيروح يجيب المسمرة يعني الإنسان المفروض يدور شيء يهذب نسة بيها مثلا في ألعاب مثلا تلعبوها أو كي لتهذيب الذات مواهب تسووها لتهذيب الذات أو المساعدات لتهذيب الذات أي شيء يهذب النفس لأن تهذيب النفس ما هو بالأمر لهين لأن الشيطان ما يساعدك فيه المعاصي الشيطان يزينها يحليها اما الاشياء الحلوه اي شي حلو الشيطان يحترق ليش يسوي يعني ليش ده الشخص قالص يتعدل ويصر احسن كده البوينت ان شاء الله يعني تريتش النقاط المهمة وصلت وقولوا اذا عندكم اراء اخرى احكولي لاني اقرأ التعليقات ما عندكم اراء اقولوا خير انا واسمطوا بشكرا ا حسن مشاهدتكم ويش بعد وكده خلص الفيديو خلصت القصة الايك وشير وسبسكرايب للمزيد ان شاء الله هام established